العمرة في المنام يعني ايه لما اشوف مريض انه ذاهب للعمرة او انه في العمرة في الواقع العمرة هنا محمودة جدا لان العمرة من رمز طول العمر فلو انا عندي حد مريض وانا قلقانة بشأنه او متخوفة عليه او ايا كان واشوف انه هو ذاهب للعمرة او انه هو في العمرة فده بتقولك انه فيه اذا حيصرف عنه او فيه مرض حيصرف عنه فيه تحسن فيه تغيير في احواله للافضل الفترة اللي جاية فما تشغلش بالك ان انت تتخوف او ان انت تشيل هم كبير بشأنه لان ده حيشفى باذن الرحمن طيب امت ان انا اخاف على المريض او ان انا اقلق بشأنه لو كان المريض ده فغيبوبة لو كان المريض ده فيه مراحل امراض معينة ولكن انا عارف ان ده في المرحلة الاخيرة واشوف انه راح للعمرة هنا ما بتكونش محمودة يعني هنا ما بتكونش طولة عمر لا هنا انتهاء اجل او انتهاء عمر زي ما بنقول فهنا ما بتكونش محمودة فالعمرة مش دايما ان حد يعني لان فيه بعض الناس بتشوف انه رايح للعمرة فيقولك شفاء وحيقوم بالسلامة لا مش دايما لو حد فيه غيبوبة او حد في المراحل الاخيرة وشفت الكلام ده بتستعيز وبتخرج صدقة بنينه يتصار في سوق الرؤية لكن للناس المريضة اللي داخل على عملية اللي داخل على امر معين وانا قلقانة بشأنه لا هنا بتقول شفاء فهي بتختلف اذا كان الشخص ده معلوم لينا انه خلاص في المراحل الاخيرة او انه المراحل اتفاقم عليه وما فيش مجال للشفاء